وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة على سعود حفظه الله كلمة إلى شعب المملكة العربية السعودية والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر الرمضان المبارك وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها مع الوزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المواطنون إخوان المسلمين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير نحمد الله الذي بلغنا شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة وقد اشتاقت النفوس إلى مقدمه السعيد إذ يستذكر فيه المسلمون الفرحة العظمى بنزول الذكر الحكيم في ليلة هي خير من ألف شهر مبتهدين إلى المولى جل وعلا أن يحمل هذا العام في ظلاله للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام ونحمده عز وجل على ما حبى هذه البلاد المباركة من خير وفضل واختصها بخدمة الحرمين الشريفين وجعلها مبعثا نبوة وقبلة للمسلمين سائرين الله جلت قدرته أن يعيننا على مواصلة ما شرفنا به سبحانه من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والزوار والمعتمرين أيها الإخوة المسلمون لقد انطلقت من هذه البلاد المباركة مشاعر الهدى ودين الحق وظلت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعمل جاهدة للإبقاء على الصورة المشرقة التي اتسم بها الدين الإسلامي والعمل على الذود عن حياضه والسعي في خدمة مصالح المسلمين والقضايا الإسلامية وحينما دب الإرهاب في جسد العالم عملت المملكة وما زالت تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات وثقل سياسي ومكانة دولية على محاربة التطرف والإرهاب والتأكيد في كل المنابر الدولية على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة والتصدي لكل ما يفسد على العالم أمنه واستقراره بعقد التحالفات مع دول العالم الداعمة للسلام وإنشاء مركز هو الأول من نوعه لمكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعايش بين الشعوب إخوان المسلمين لقد جعل الله من رمضان رحمة للعالمين وفرصة للمسلم لمراجعة النفس وإصلاح العمل بما يحمل هذا الشهر الكريم في ثناياه من دروس عظيمة تندب إلى التسابق في الخيرات والأعمال الصالحة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان حتى يتهيأ له ويغتنم فضله فأسأل الله أن لا يحرمنا أجره وفضله وأن يتقبله منا ويجعلنا من عتقائه إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته